سد بني هارون وقف سليمان أمام سد بني هارون تعجب من سحر الطبيعة هناك فقال آه ما أجمل هذه البحيرة يا أبي هكي آلة التصوير يا سلمة والتقطي لنا صورا سلمة حاضرة هاتها ضحك الأب وقال هذا سد يا ولدي بني لتخزن فيه مياه الوديان والأمطار صاحت سلمة فرحة سنسبح فيه إذن ونلعب حتى المساء الأب لا يا بنيتي السد لا يصلح للسباحة بل نستعمل هذا الماء في الشرب والغسل وسقي المزروعات والبساتين إنه الماء الذي يصل إلى الحنفيات في البيت تساءل سليمان ولكن الماء هسخ يا أبي ألا نمرض عندما نشرب الأب إنه يمر من محطة تصفية المياه قبل أن يصل إلى الدار لذلك يجب أن نحافظ على هذه الثروع الأطفال كيف نحافظ عليه يا أبي